بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سيدات أستاذ الوزراء في بداية أشغال هذا المجلس الحكومي ننوهه بالدينامية والتقائية التي تشتغل بها مختلف قطاعات الوزرية من أجل تزني البرنامج الحكومي في انسجام تام بوطيرة إصلاحية عالية هذه الدينامية تنعكس إيجابياً على تنزيل فعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية وهو ما لمسناه خاصة من خلال الاشتغال على النصوص التنظيمية المتبطة بمتاق الاستثمار بحيث نجحنا والحمد لله بمساندة من البرلمان في إصدار القانون الإطار في ضرف السنة الأولى من عمى الحكومة كما توفقنا ولله الحمد في استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل قانون الإطار سواء تعلق الأمر بمرسوم أجراءة نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية أو القرارات التي تفعل هذا المرسوم وذلك في احترام تام للأجل المنصوص عليها في ميطاق الاستثمار وبهذه المناسبة أخبركم سيدة السادة الوزراء بأنني وقعت هذا الصباح القرارات الثلاثة التي تفعل مرسوم القانون الإطار الاستثمار كذلك على القرارات التي يكونوا باش يكون أوبرازيونال وجود بيسفة وبذلك قد قطعنا أشوات مهمة لتعزيز جاذبية الاستثبار الخاص ببلادنا وفقا للتوجيهات الملكية السامية وكنتمنون القطاعين البنكي والخاص يواكبها الدينامية حتى نتمكن معا من بلوغ هدف خلق 500 ألف منصيب شغل برافع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار يلدهم في أفوق سنة 2017 سيدة السادة الوزراء وعين منا كذلك في أن جاذبية بلادنا بالنسبة للمستثماري الخاص رهينا بتوفر مجموعة من العوامل وهنا نذكر بنجاح المملكة المغربية في الخروج من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف باللائحة غمدية لمجموعة العمل المالي قفي يوم الجمعة الماضي كنتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي اخذتها بلادنا تحت الإشراف السامي لجلالة المالك نصر الله والذي سيطفع من منصوب الاتقاء المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب ولتوفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص فتحت الحكومة مجموعة من الأوراش المتلازمة منها خاصة الأوراش المهم لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر وكذا أوراش للتمركز الإداري ورفع من فعالية المراكز الجهوية لاستثمار وتعزيز الاستقرار الضاريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين أجال الآداء ولبدا من التأكيد على التزام الحكومي بالرفع من وطيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر وفقا للتوجيهات الملكية السامية وذلك لتجويد عمل إدارات في علاقتها مع المتفقين والمستثمرين وعقدنا بداية الأسبوع الماضي الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجناء الوطنية للتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حيث تم الوقوف على مدى تقدم هذا الورش حيث تم جرد وتدوين ما يناهز 2700 قرار إداري ونشرها بالبوابة الوطنية إدارتي.ما وتم التركيز منذ البداية هذه الولاية على تبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار حيث تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخليين مركزيا ومحليا تبسيط 22 مسترى الأكثر تدول ما مكن من تقليص عدد الوطائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45% ومشكورة السيدة الوزيرة اللي وقفت على هذا الشيء والسادة الوزراء بالخصوص الداخلية للعبة واحدة طويلة كبيرة وهو ملقى استحسان المستثمرين في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في محالات مقبلة وللدفع بهذا الوش نتدول خلال أشغال هذا المجلس أولا عرضي للسيدة الوزيرة وأحد المراسم المهمة التي سبق وتحددت عنها في إحداء آخر جلسات المساءلة الشهرية بالبرلمان وكي تعلق الأمر بمشروع مرصوم يكرس لمبدأ اعتبار سكوط الإدارة بمتابة موافقة بالنسبة لمجموعة من القرارات الإدارية والذي سيغير طريقة تعاطي الإدارة والجماعة الترابية مع تطلبات المتفقين ويسهل على استصدار القرارات في أجال معقولة كما سنتدول اليوم في إطارة سريع تنزيل مقتدية القانون 5519 في ثلاث مشاريع مراسم تطبيقية تصب كلها في اتجاه تبسيط المساطر وهي مناسبة لندعو السيدات والسادة الوزراء إلى تسريع بإخراج مرصوم التبادل البيني للمعلومات والوطائق بين الإدارات في آخر شهر أبريل إن شاء الله من هذه السنة باش ردا إن شاء الله الوثقة الإدارية تلبها إدارة واحدة المواطنين كيفما التزمنا مع السيد وزير الداخلية والسيدة وزيرة انتقال رقمي من هنا لآخر أبريل برقمنة قرارات إدارية التي تحتاجها كل أسر المغربية في يوم من الأيام وهي شهادة الازدياد شهادة الوفاة ورخص السكنة ويعني البناء وفي الأخير أريد التأكيد على أن نجاح تنزيل الفعلي والسليم لهذا الوش استراتيجي رهين بالانخيرات التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام وضمان عدالة الولوج للخدمات هو بالتالي تعزيز تقاط المتافقين في الإدارة ولكن سمحتوا يعني غني نعطيه الكلمة السيد الوزيراء باش غير تقدمنا العرض ديال هذه الحصيلة ديال الحامل الحكومي من نالجنا على التبسيط ديال المساطير والإجراءات الإدارية وتقول لنا شنوما الأفاق وشنوما للدار ولمازال خصوية الدار في السنوات المقبلة إن شاء الله شكرا اشتركوا في القناة